فيه جزئية برضو مهمة بتتعلق بحسين الشحات وحسين الشحات سواء بيلعب يعني لاحظنا الكلام ده سواء بيلعب او ما بيلعبش بيواجه انتقادات ودايما يا جماعة طبعا ما اللعيب موجود في النادي الاهلي طبعا ما اللعيب موجود في النادي الاهلي فمن مصلحة انا كجمهور ان انا اقف ضهر ودعمه وافضل مساندو هو كده اصد الراجل ده معي يا جماعة الاخر الموسي مش ااخر الموسي انا راجل مش قصدي ان هو حيمشي ااخر الموسي انا قصدي يعني ان الراجل معي مشارك في كل البطولات الراجل حيلعب كل المباريات سواء بقى اساسي بديل عنصر من عناصر الفرق اللي انت بتشجحها عشان تجيب لك كل البطولات وتفرحك بالتالي وانا بقولي الكلام ده بالتحديد لها لحسين الشحات لان حسين قبل المباراة نزل ستوري كده برضو عن انستجرام لهدف اكثر من رائع جابه فيه التمرين قبل المطش بيوم او يومين يعني التمرين رئيسي النادي الان اهو بص الجن ده اننزله حسين الشحات على استجرام حاجة مفيش بعد كده جن جميل جد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد تاني للصبح هتقولي بعد انت انت ايه يعني حسين الشحات جاب جن يعني مايجيب كده في المطشاط الاساسي المطشاط الرسمي هيجيب البعد قالك هو ليه ينزل الاستوري دي او فرحان بالجن اللي انت جبته اه يا عم تسيبه افرح سيبه يستعيد ثقته في نفسه بيشجع نفسه لما ينزل جن زي ده على السوشيال ميديا او على حساباته الرسمية فده واحد عارف ان هو عليه ضغطات كبيرة عارف ان هو مش بيمر بافضل حالاته مع النادي الاهلي لكن في نفس الوقت هو عايز يقول للجمهور سكوا فيه شجعوني انا حاجة مع المطشاط في نفس الوقت غير رسالته للجمهور هو كمان بيوجه رسالة لنفسه بيدي الثقة لنفسه بيرجع الثقة لنفسه عشان يظهر بالشكل المطلوب يعني بالنسبة لحسين الشحاد فبالتحديد يعني الجزء دي ايجابية جدا طالما اللاعب بيشجع نفسه بيحاول يستعيد ثقته واحنا معاه واسقين تمام الثقة كجمهور النادي الاهلي ان الفريق حيكون افضل وان حسين كمان حيكون افضل من كده وكل عناصر الفرقة ما كناش حالوني مبارح لكن معلش رجالة هتلعبوا احسن من كده قدام القادم افضل المطشاط اللي جاي هتبقوا احسن وبإذن الله هتحققوا طبوحات جمهور النادي الاهلي اللي هي بلا حدود هو النادي الاهلي كده طالما انت لعيب ارتضيت انك تلعب في النادي الاهلي عشان تبقى عندك شعبية وعشان تبقى عندك شهرة كبيرة وعشان يبقى عندك مكاسب من جوانب كتيرة جدا ففيه ضرائب لهذه الأمور الضريبة انك لما تكون واحش هتنتقد لكن جمهور الاهلي ما بيتبحش الجمهور الاهلي دايما ورا لعبته عشان عارف ان اللعيبة دي رجالة وعشان هي اللعيبة دي اللي جابت دوري عبطال افريكا وانا مش هفضل بقى اتكلم على دوري عبطال افريكا ده كان في الماضي ثقافة جمهور الاهلي ان البطولة اللي انت جبت دي كان زمان خلاص بقى احنا عايزين اللي جاية وده فعلا حقيقي احنا عايزين اللي جاي فالرجال دي بإذن الله تقدر تفرحنا السنة